أكد صاحب السمو الملكي الأمير السلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلان أبو الأولي رئيس مجلس الوزراء على أهمية الملتقيات الدولية التي يتم تبادل الرؤى والأفكار فيها حيال التطورات والمسجدات الإقليمية ذات الأولوية التي تشكل ملامح العمل الدولي المشرك وأطر العلاقات الخارجية للقوة الدولية الفاعلة وقال سموه إن مملكة البحرين تحرص على الإسهم الإيجابي في هذه الملتقيات من خلال الاستضافة والمشاركة الفاعلة مشيرا إلى أهمية التفاعل الحيوي مع منتدى حوار المنامة الذي تستطيفه المملكة سنويا بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية على مدى 12 عاما شهدت مشاركات بارزة وحوارات همة تناولت أهم الأحداث على الساحة وناقشت سبل تثبيت أسس الأمن والاستقرار ولدى حضور سموه افتتاح أعمال منتدى حوار المنامة رحب سموه بالوفود المشاركة من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية مشيدا سموه بمشاركاتهم التي أثرت جلسات المنتدى ونقاشاته عبر السنوات التي انعقدت فيها الفاعلية في مملكة البحرين وما ركزت عليه من قضايا استراتيجية شكلت تحديات تطلبت تنسيق الجهود والمواقف من أجل التعامل معها وقال سموه أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والتزاما بدورها في دعم قضايا المنطقة حرصت على التنسيق والتعاون مع الشركاء الدوليين والأقليميين للتعامل الحازم مع كل أشكال الإرهاب باختلاف مصادره وآتي ذلك في إطار مشاركتها في التحالف العربي من أجل دعم الشرعية في اليمن الشقيق بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وأيضا التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وشار سموه إلى أن انعقاد منتدى حوار المنام هذا العام مباشرة بعد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السابعة والثلاثين يرفض زخم هذا الحدث خاصة مع حضور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي هذه القمة في أول زيارة لها إلى المنطقة ما يدل على التواصل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الكبرى وانعكاسات ذلك على أطر التنسيق والتعاون على المستوى العلاقات البينية وكذلك فيما يتعلق بعقد شراكات استراتيجية بما يتيح التعاطي مع القضايا الدولية الملحاة وشار سموه إلى أنه منذ لقاء كبار المسؤولين الدوليين في العلاقات الخارجية والدفاع والأمن في حوار المنام العام الماضي شهد العالم هجمات إرهابية ما يؤكد على ضرورة تعزيز منظومة الجهود الدولية المتضافر على الصعود السياسية والعسكرية والاقتصادية ليتصدي للتيارات التشددية والتطرفة وفي كلمة أفتتاحية في منتدى حوار المنام أعرب وزير خارجية المملكة المتحدة السيد بوريس جونسون عن سروره للمشاركة في أعمال المنتدى في البحرين ما يتزامن مع احتفاء البلدين بمرور مئتي عام على علاقات الصداقة التاريخية بينهما وكذا جونسون على التزام بلاده بالعلاقات التاريخية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متبرا دعوة رئيسة الوزراء تيريز ماي لحضور قمة المجلس بالمنامة مؤشرا هاما على قوة هذه العلاقات وقال في كلمته إن أي أزمة في الخليج العربي هي أزمة للمملكة المتحدة وأن أمن الخليج العربي هو من أمن المملكة المتحدة أذ تتلاقى المصالح المشاركة على الصعود السياسية والاقتصادية والعسكرية هذا واشار جونسون إلى أن مرافق تسهيلات الإسناد البحري للبحرية الملكية البريطانية من الملامح البارزة للعلاقات الراسخة مع البحرين كما استعرض مظاهر أخرى للتعاون مع دول الخليج العربي ما يأتي إلى جانب الجهود المشاركة لمحاربة الإرهاب والسلصال حضاناته نويها إلى أن التعاون العسكرية مع الأوجه القوية الدالة على عمق ومتانة العلاقات الخليجية البريطانية كما أكد سيد بوريس جونسون على حرص المملكة المتحدة للتعاون والدعم بما من شأنه إيجاد حلول للقضايا والتحديات الملحة في المنطقة والسعرض الكلمة أيضا مستويات متعددة لعلاقات المملكة المتحدة والخليج ما يشكل أسسا قوية لبلغ المزيد من هذه الإمكانيات والفرص الوعدة اشتركوا في القناة شكرا